ككرة الثلج تجر قضية التكتوكرز المجرمين واحداً تلو الآخر إلى خانة الاتهامات تحت الضوء بعدما أمعنوا في غرفهم المظلمة بجرائم اختصاب القاسرين استغلال تصويرهم لبيع فيديوهات إباحية محاولات القتل، تبييد الأموال، الإدجار بالبشر والقيام بأفعال منافية للحشمة هي التهام الموجهة في إدعاء المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني يوم الأربعاء على 12 شخصاً من رؤوس وأعضاء العصابة، من بينهم 10 هم موقفون يأخاء مسؤول عن تصوير الفيديوهات سائق التاكسي المعروف بكوكو نقل القاسرين إلى الشليهات صاحب متجر لبيع الملابس طبيب أسنان حقعين رأسين موقف خامس أيضاً مشتبه به وطبعاً جيميم مصفف الشعر والتيكتوكر الشهير بالإضافة إلى أربعة قاسرين ودورهم تدخلي في الجرائم لا أساسي من ذكروا أحالهم الصغبيني على قادي تحقيق الأول في جبل لبنان الأولى منصور طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجهية بحق الموجودين من جهة على اعتبار أن فترة التوقيف الاحتياطي باتت طويلة ومذكرات غيابية بحق الفارين من العدالة هنا نتحدث عن صبية غين غين مشتبه بها باستدراج القاسرين قبل اختصابهم المقيم في السويد بائع الفيديوهات عبر الدارك ويب وباء نون الملقب بستيف يده اليمنى للجاي والذي تنقلت معلومات أنه حط في أحد المطارات في هذا الصياق وبينما تشير المعلومات إلى وجود المطلوبين في دول كسويسرا، سويد، الإمارات العربية المتحدة وتركيا سيصار إلى تحويل المذكرات إلى الانتربول الدولي لإلزام الدول حيث يتواجدون بإلقاء القبض عليهم الشكوك حول حسن سنجر الذي عرف عن نفسه بالبطل لا تزال في الملف بعهدة القادية غادعون في وقت تواصل فيه نقبة محامي الشمال تحقيقها الداخلي في شبهة تورط المحامي خاميم التحقيقات أكيد مكملة، هذا ما تشدد عليه كل المصادر الأمنية والقضائية خصوصاً وأن ضحايا جدد يفيدون بشهاداتهم كل يوم من هنا التشجيع على أهمية التبليغ وكسر قيد الصمت